السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعيدة باللقاء بكم مجددا في هذا الفيديو سوف نجيز أحدى مقترحات المستوى الخامس لنبدأ بالسؤال الأول نحول إلى الوحدة المناسبة المطلوب هنا هو قياس المساحة إذن وضعنا الجدول هنا هكذا جدول تحويلات بقي أن أضع الوحدات الزراعية الوحدات الزراعية أبدأ دائما بالهكتر الذي هو الهكتر مربع ثم الار والسنتير هكذا بالتتابع نضع القياس في الجدول لدينا 24 ديكامتر مربع أربعة في الدكامتر مربع هنا في وحدات الوحدة نريد المتر مربع سوف نحول هنا إذن القياس هو الفاني هو أربعمائة القياس الثاني تسعة هكتر مربع فاصلة ستة وخمسون الهكتر مربع هنا سأضع تسعة فاصلة ستة وخمسون بالار هي النزيل الفاصلة وأحصل على تسعمائة وستة وخمسون تسعمائة واثنان وخمسون القياس الثالث تلاتة وعشرون ألفا بالمتر مربع إذن المتر مربع هنا في هذه الخانة سأضع الصفر الأول صفر الوحدات ثم الصفر العشرات الصفر الموجود في المئات ثلاثة اثنان أريد الهكتار الهكتار هنا في هذا المكان إذن اثناني فاصلة ثلاثة هكتار هذه الأصفار أصبحت أصفارا زائدة صفر فاصلة ثمانية عشر بالهكتار إذن في الهكتار سأضع الصفر ثم الفاصلة ثمانية عشر الوحدة المطلوبة هي الدسيمتر مربع إذن سوف أبحث عن الدسيمتر هنا هنا نسيت أن أضع مربع إذن الدسيمتر مربع هنا سوف أتوقف في هذا المكان يعني في وحداتي وحدة الدسيمتر مربع صفر 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 لكن هذا غير كافي ما دمت لم أزيل هذه الفاصلة سوف أزيل الفاصلة وأزيل هذا الصفر وأحصل على هذا العدد الذي هو مئة وتمانون ألفا تم حفر حوض على شكل معين قطره عشر متر وستة متر وسط حديقة مستطيلة الشكل إذن الحديقة هي هذه الكبيرة التي بعدها تمانون مترا وأربعون مترا وسط هذه الحديقة حفرنا هذا الحوض المعين إذن فيه قطر كبير وقطر صغير القطر الكبير طوله عشرات أمتار والقطر الصغير طوله ستة أمتار محسب المساحة القابلة للزراعة يعني هذه المساحة المتبقية من كلمة متبقية نعرف أننا سنستعمل الطرح نحسب مساحة المستطيل يعني مساحة الحديقة المستطيلة للشكل ونطرح منها مساحة الحوض الذي هو على شكل معين إذن سنستعمل عملية الطرح في البداية سنحسب مساحة الحديقة التي هي تمانون مضربة في أربعين نضرب الطول في العرض تمانية في أربع اثنان وثلاثون والصفرين ثلاثة آلاف ومئتا بما أن الأبعاد بالمتر فالمساحة ستكون بالمتر مربع في المرحلة الثانية نحسب مساحة الحوض يعني مساحة المعين مساحة المعين هي القطر الكبير في القطر الصغير الكل مضروب الكل مقصوم على اثنان يعني عشرة مضروبة في ستة كل مقصوم على اثنان عشرة في ستة ستون ستون مقصوم على اثنان ثلاثون كذلك بالمتر مربع في المرحلة الثالثة سوف نحسب المساحة القابلة للزراعة المساحة القابلة للزراعة هذه المساحة المتبقية أي القابلة للزراعة هي الفرق بين المساحة الحديقة ومساحة الحوض يعني المساحة الكبيرة هي مساحة الحديقة ثلاثة آلاف ومئتان بالمتر مربع نطرح منها ثلاثين متر مربع الكل بالمتر مربع سفر احتفاظ وانزله عشرة ناقص ثلاثة سبعة اثنان ناقص واحد واحد ثلاثة ناقص لا شيء ثلاثة ثلاثة آلاف ومئة وسبعون متر مربع السؤال الثالث اكمل الجداول التالية في الجدول الأول لدينا السلم الطول على الخريطة والطول الحقيقي سوف نبحث عن الطول الحقيقي هنا وهنا ونبحث عن الطول على الخريطة في الخانة الثانية إذن في البداية سوف نكتب ماذا يعني السلم إذا كان عندي السلم واحد على الفاني وخمسمائة فهذا معناه أن واحد سنتيمتر على الخريطة يمثل الفاني وخمسمائة سنتيمتر في الحقيقة نحن لدينا خمسة سنتيمتر على الخريطة نبحث عن الطول الحقيقي سوف أصنع من هذه المعطيات جدولا صغيرا جدولتان سوبية إذن العدل الذي نبحث عنه هو خمسة في الفاني وخمسمائة مقسوم على واحد يعني الفاني وخمسمائة مضروبة في خمسة سفر سفر خمسة وعشرون خمسة في اثنان عشر واثنان اثنان عشر كل هذا بالسنتيمتر إذن سوف أضع القياس أو الطول الحقيقي هو اثنى عشر أنفا وخمسمائة بالسنتيمتر سوف ننجز بنفس الطريقة الخانة الثالثة لأنهم طلبوا مني الطول الحقيقي الطول الحقيقي دائما هو الطول على الخريطة مضروب في مقام السلم الطول على الخريطة ثلاثون مضروب في مقام السلم ممكن أن أنجزها مباشرة ثلاثة ضرب اثنان ستة وأحسب الأصفار عندي هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة وواحد ستة إذن سأضع ستة أصفار كل هذا بالسنتيمتر نمر الخانة الثانية نبحث عن الطول على الخريطة نضع السلم واحد على عشرة آلاف يعني واحد سنتيمتر على الخريطة تمثل عشرة آلاف سنتيمتر في الحقيق نبحث عن الطول على الخريطة الذي يمثل خمسين ألفا بالسنتيمتر أيضاً أيضاً نوجد التناسبية ما نبحث عنه نجده بدرب واحد في خمسين ألفاً ونقسم على عشرة آلاف يعني خمسون ألفاً في واحد قصوم على عشرة آلاف الضرب في واحد كأننا لم نفعل شيئاً نختزل بهذه الأصفر إذن عندي الصفر الأول الثاني الثالث الرابع واحد اثنان ثلاثة أربعة يعني خمسة على واحد تساوي خمسة سنتيمتر إذن الطول على الخريطة هو خمسة سنتيمتر نمر لجدول الثاني السرعة ب الكيلومتر في الساعة المدة بالساعات والمسافة بالكيلومتر هنا نبحث عن المسافة عند السرعة والمدة هنا نبحث عن المدة وعند السرعة والمسافة هنا أظنه خطأ يجب أن نبحث عن السرعة لكن يجب أن تكون عندي المسافة أيضاً إذن بوجود المسافة والمدة استطيع أن أجد السرعة إذن سوف نقترح مسافة مثلاً 300 نقول 300 كيلومتر ونبحث عن السرعة إذن السرعة هي المسافة مقصومة على المدة من هذه الصغة استخلص صغتين ممكن أن أجد المسافة وممكن أن أجد المدة إذن كي نسهل الأمر دائماً حاولوا أن تستعملوا التناسبية ضعوا في هذا المقام واحد وقوموا بضرب هكذا على شكل X إذن D لإيجاد D في واحد هي D يعني المسافة في واحد هي المسافة إذن المسافة تساوي السرعة في المدة يعني V في D ولإيجاد المدة كأننا نقوم بعملية تبادل بين المدة والسرعة يعني نقوم بوضع T في الأعلى وV في الأسفل كي تصبح T قبل تساوي إذن إذا كانت T هنا سوف تصعد هنا V تنزل مكانها إذن T تساوي D على V لاحظوا أن المسافة لم تغادر مكانها يعني دائماً في البسط D في البسط وأغير مكان T وV D في الأعلى وV أنزلتها للمقام لإيجاد المسافة نستعمل الصيغة الأولى نضرب السرعة في المدة يعني 80 في 3 80 ضرب 3 8 في 3 24 وذلك الصفر 240 كيلو متراً وهنا نحتاج للمدة يعني نحتاج الصيغة الثانية يعني D على V المسافة على السرعة المسافة هي 450 مقصومة على السرعة 90 450 على 90 450 هكذا نختزل الصفر مع الصفر 45 على 9 أي مقصومة على 9 هي 5 إذن 5 5 ساعات هنا نبحث عن السرعة السرعة هي المسافة مقصومة على المدة المسافة مقصومة على المدة والمسافة عندنا هي 300 المدة بالساعة والدقائق عندي طريقتين لإنجاز هذه العملية إما أن أحول الكل إلى الساعة أو أحول الكل إلى الدقائق تبدو سهلة أن أحولها إلى الساعة ف30 دقيقة هي نصف ساعة يعني عندي في المدة 1.5 بالساعات يعني هنا عندي الكيلومتر كوحدة وهنا الساعات كوحدة كي أجد الكيلومتر في الساعة كي أجد الكيلومتر في الساعة هو وحدة السرعة إذن 300 مقصومة على 1.5 سوف أضرب في عشرة كي أحصل على خمسة عشر وهنا سأحصل على ثلاثة آلف إذن عندي رقمين أخدت رقمين إثنان في خمسة عشر ثلاثون والباقي الصفر سوف أنزل الصفرين الصفر الأول والصفر الثاني مئتان إذن السرعة المتوسطة هي مئتان مئتان كيلومتر في الساعة هناك طريقة أخرى لإيجاد السرعة المتوسطة باستعمال الدقائق نقول عندنا عندنا 300 كيلومتر قطعات في الساعة ونصف يعني 300 كيلومتر قطعات في الساعة ونصف ساعة ونصف هي 60 دقيقة زائد 30 دقيقة يعني 90 دقيقة حولت الكل إلى الدقائق السرعة ما هي نبحث عن مسافة قطعت في 60 دقيقة يعني ما نبحث عنه أي السرعة المتوسطة هو 300 ضرب 60 الكل مقصوم على 9 يعني دائما هذا الضرب في 60 أراه هنا في العملية أختزل أختزل الصفر مع الصفر وتبقى 300 في 6 الكل مقصوم على 9 إذن ثلاثة في تسعة ثلاثة في ستة ثمانية عشر مع الصفرين 1800 مقصوم على تسعة إذا اختزلنا أربعة وهكذا كنت هنا عندي تربيعتين سوف تصبح أربعة إذا اثنان في اثنان أربعة إذن هنا كنت هناك تربيعة prep نزلت بالواحدة واحد في اثنان اثنان. هنا واحدة تصبح اثنان. هنا واحدة تصبح اثنان. هنا عندي ثلاثة ثلاثة في اثنان ستة. هنا ذهبت يمين بواحدة وصعدت نحو الاعلى بواحدة. اذا سأذهب باثنان واسعد باثنان. الان يمكن ان اغلق هذا الشكل بهذه الطريقة. سوف اصل بخط هذه النقط هكذا. واحصل على شكل مكبر بمقدار مرتين. يعني مضروب في اثنان. اذا هذا هو الشكل المكبر. السؤال الخامس اكمل الجدول التالي. في هذا الجدول لدينا القطر الشعاع المحيط المساح. العلاقة بين القطر والشعاع هو ان القطر يساوي ضعف الشعاع. يعني الدي هي اغ مضروبة في اثنان. وبالعكس اذا كان عندي القطر فلي ايجاد الشعاع فان اخذ القطر واقسمه على اثنان. بالنسبة للمحيط محيط الدائرة هو القطر مضروب في بي. اما المساحة. هي الشعاع مضروب في الشعاع مضروب في بي. نملأ الان الجدول. لدينا القطر عشرة ساقسمه على اثنين كي احصله على الشعاع. اذا العشرة مقصومه على اثنان. خمسة. خمسة سنتيمتر. لإيجاد المحيط اخذ القطر واضربه في بي. يعني القطر الذي هو عشرة. عشرة في بي. يعني عشرة في ثلاثة فاصلة اربعة عشرة. يعني سوف تتحرك الفاصلة برتبة لان نضر في عشرة. وان احرك الفاصلة رتبة واحدة. تصبح ثلاث واحد وثلاثون فاصلة اربعة بالسنتيمتر. هنا المساحة. المساحة بالسنتيمتر مربع وليس بالسنتيمتر. اذا المساحة هي الشعاع في الشعاع في بي. الشعاع عندنا هو خمسة. اذا خمسة مضروب في خمسة مضروب في ثلاثة فاصلة اربعة عشر. سوف احسب هنا. عندما اقول خمسة في خمسة فهي خمسة وعشرون. اذا ثلاثة. فاصلة اربعة عشر في خمسة وعشرين. خمسة في اربعة عشرون. خمسة في واحد. خمسة واثنين سبعة. خمسة في ثلاثة. خمسة عشر. اعود للسطر. اثنان في اربعة ثمانية اثنان في واحد اثنان اثنان في ثلاثة ستة وأجمع صفر خمسة عشر خمسة ستة سبعة ثمانية سبعة رقمين بعد الفاصلة تمانية وسبعون فاصلة خمسون أو فاصلة خمسة بالسنتيمتر مربع هنا عندنا الشعاع سوف أضربه في اثنان كي أحصل على القطر يعني القطر هو ستة عشر لإيجاد المحيط أضرب القطر في بي يعني ستة عشر في بي يعني ستة عشر في ثلاثة فاصلة أربعة عشر ستة في أربعة أربعة وعشرون ستة في واحد ستة واثنان ثمانية ستة في ثلاثة تمانية عشر عدل السطر أربعة في واحد واحد في واحد واحد في ثلاثة أجمع أربعة اثنان عشر عشرة خمسة رقمين بعد الفاصلة لدينا خمسون فاصلة أربعة ستة وعشرون هذا هو المحيط المحيط بالسنتيمتر لإيجاد المساحة نأخذ الشعاع في الشعاع يعني تمانية ضرب تمانية في ثلاثة فاصلة أربعة عشر تمانية في تمانية هي أربعة وستون إذن أربعة وستون في ثلاثة فاصلة أربعة عشر أربعة في أربعة ستة عشر أربعة في واحد أربعة واحد خمسة أربعة في ثلاثة اثنى عشر أعود للسطر ستة في أربعة أربعة وعشرون ستة في واحد ستة واثنان ثمانية ستة في ثلاثة تمانية عشر أجمع ستة تسعة عشرة عشرة أيضا إثنان لدينا رقمين بعد الفاصلة مائتان فاصلة ستة وتسعون وهكذا أعزائي نكون قد أنهينا إنجاز هذا المقترح مقترح الفرد الثاني من الدورة الثانية للمستوى الخامس أشكركم جزيل الشكر على متابعتكم وتشجيعكم المستمر سوف تجدون رابط الفرد في صندوق الوصف كذلك روابط باقي الفرد لهذه المرحلة أترككم في رعاية الله وإلى اللقاء